سودان فيه مجلس سيادة. هذا مجلس سيادة كان وفق وصيغة دستورية. وصيغة دستورية تحدد الشرعية بتاعت هذه البلد. تحدد الرئيس بتاع البلد. فأفتكر البرهان هو رئيس البلد. الذي تم في هذه المسألة هو عبارة عن تمرض من فصيل حتى لو كان جزء من الجيش. لكنه كان تمرض على الشرعية الموجودة في داخل البلد. فأنا بفتكر كلام غير صحيح. وبفتكر أنه الشرعية الآن هي البرهان هو رئيس بالاستيادة. وهو الرئيس بتاع السودان. واشترض أنه هذه الدول تتعامل مع هذه الصورة. كلها تعلم هذه المسألة. كل الدول دي تدرك هذه المسألة إدراكا جيدا. لكن للأسف الشديد أن هذه الدول هي يعني في إضغيرة. وهي مستخدمة استخدام كامل. ودعني أديك ملاحظة برضه ومهمة الأخ ناجيين أولا في هذا اللغاء. وإن شاء الله المتابعين يكون متابعين أنا فيها. أنه هذه المجموعة العربية الدول العربية وهذه المجموعة التي تجتمع قدامها كمية من الإشكالات أو الصراعات أو الحروب موجودة في داخل الدول العربية. دعني أذكر لك مع أنهم معلومين. لكن أنا دائر أقف فيهم شوية. العراق. ليبيا. سوريا. اليمن. السودان. وبعدين برضه هناك نقول غزة. دي برضها براحة أديك لها ملاحظة. الست دول الخمسة أو الخمسة دول ديل هم عبارة عن دول لم يكن في يوم من الأيام الخارج هو المسيطر عليهم. أو بمعنى ليس هناك وكلاء في داخل هذه الدول عشان يأتمروا بأمر الخارج. يعني كلهم. يعني كانت في البداية محاولات في كل الدول عندما تم التقسيم بعد اتفاق استبيقه. يعني جابوا الناس اللي بيكونوا مسؤولين أو الأسر اللي بتكون موجودة في هذه الدول والبيتكون وكلاء عن الخارج. هذه الدول تقريبا يمكن أزاحت الكانو موجودين من الخارج أو وكلاء في هذه الدول. واللي هي ليبيا زايدا العراق. زايدا سوريا. زايدا اليمن. زايدا السودان. كل هذه الدول فيها أنظمة بوجهة نظر الغريب هي أنظمة مارقة. مارقة عن الطوع الغربي. عن الطوع الأمريكي. عن الطوع الصيوني. فبالتالي كان الاستهداف لهذه الدول. وبالتالي كانت الإشكالات المعمولة في هذه الدول. لو مشينا بنفس المعيار. ليه فلسطين؟ فلسطين من قسمة قسمين. فيها غزة وفيها الضفة الغربية. الضفة الغربية فيها الوكيلة الموجودة اللي هو محمود عباس. غزة هي المارك على هذا النظام. وبالتالي كان الحرب الموجود في غزة وليس موجود في الدفة الغربية. فهذه الغمة مهما كانت هي في النهاية مجموعة من الوكالات اللي بينفذوا المطلوبات بتاعة الخارج. وموجودين في هذه الدول. والخارج يحمي أنظمة لأنه أخ ناقي. يعني لا يمكن أن يعقل أن هذه المجموعات كلها فيما بينه وتكون موجودة هذه الإشكالات وتستمر هذه الإشكالات ولا يستطيعوا أنه يعني حل حلة هذه الإشكالات. هما لن يستطيعوا لن يسمحوا لهم بحل حلة هذه الإشكالات. مش كده هما.